عبدون طبيعة الحال ما عجبوش الحال و تصل بالمؤسسات الاجتماعية باش يدير شكوه على روز على أساس أنها كتكفص لها على بنته و تخليها بوحدة في الدار و تخليها عند جيران بوحدة و تخليها عند جيران و تخليها عند جيران واحد جزار عندها كان يسكر و يشرب و عند دول مشاش و الكلاب و الوسوق و العفان و ذاك الشي كانت هي روز من اللي تتخلي بنتها تمامايا و حتى ترجع و ذاك الشي يعني أطرف الزاف على نبيض و كي يعود عبدو أنه شي خطرات أنها ذاك جزار ديال روز واحد الإنسان اللي ما كيخدم ما كي ديروالو بالعكس كي تجمعو عنده يعني الناس اللي كيستعملوا المخديرات و كيشربوه و كتكون تارية المياة كتشرب و كتكون حتى نابيلات المياة معاهم على أساس أنها ما كسبغيش شي خطرات تخليها بوحدة في الدار باللاخر اللي عبدو أنه يرفع شي كاية مؤسسة الاجتماعية على أساس أنه محدي يعطيوه أوراق دلائل كمكوا باش يقدر يدفعهم المحكمة باش يشتلح هذا مدير البنتو ولكن للأسف شدي الروض عنده واحد ميزة زوينة اللي هي أنها كتعرف تحضر مزيان من اللي كيجم عنده المؤسسات و كتدير معهم الرنديبو كتستعدلهم مزيان كتمشي ما شربه مواله و لبسه مزيان و كتقنعهم بأنها راح البنت راح في أمان الله و بأنها راح عبدوه هو اللي فيه المشكل و بأنها راح عبدوه هو اللي عنده شخصية نارجيسية و بأنها راح عبدوه هو اللي السبب دير هات الشي كامل و بأنها راح عبدو ما كيتهلاش فيهم و بأنها عبدو مهمير و بأنها عبدو كي يعني كيهدد البنت الصغيرة آه يلا ما قتليش أخبار ديرها آه مهم شتفين قتع فيك هات الشي اللي خلا عبدوه يوصل الصراع ديره مع الـ X ديره على أساس أنه يحصل على البنت واحد النهار فغادي يسمع واحد تجار في الوحده من السنة الليل واحد الصوت ديال آه خنشا لاحها شي واحد من طبق هشا هات شجار هدا غادي ينزل بش يشوف أشمعت الصوت هدا وشكون اللي يلاحظ الخنشاه هذي من طبق هشرا من اللي كي يزل أججار كي يرقى بنت عندات من سنين مليوحة من طابق العاشر وفي نفس الوقت نزل واحد جزار آخر حتى واحضر واحضروا لهذيك هذيك المأسات وشجيران كي يشوفوا بإنه بإنه راشي واحدة كطل من طبق العاشر من بعد ما تلحت هذيك الخنشا كيتأكدوا بإنه را الأم ديال نبيلا اللي هي روز ما يتصلوا على البوليس واحد شوية واحدة كتنزل روز من طبق العاشر كتجي كتنزل حتى الطبق الثاني اللي في هذيك الجزار كتدخل كتشد عنده جوجبيرات كتجيبهم كتشرب كتجيب كتنزل كتنزل داخل كتبغيت مشي طمو بلاديها كي يجو البوليس نفس اللحظة و يعني بحلها بغت تهرب ولكن البوليس جاء في الوقت المناسب وطوقوا المكان وققوا كي يسولوا الناس فهذيك اللحظة نبيلا بغت تمشي الطمو بلاديها وبوليسي قال لا ملا باش تمشي يعني ممكنش شغالي تمشي الطمو بلادي من الصغارة وكذا قال لا بلا ما تنشي أنا ناطك الصغارة وقوقوا كي يسولوا قالوا ما ودي أنا راي كنت نعسى في بيت خراب ومن بعد سمعت شي صوت شي قوات وفقت وخرجت وطليت وكان شوف بأن راي بنتي تلاحظ من دي زياميطاج متحرات ونزلت بحالي بحال الناس باش نشوف عشانه واقع فهذا الحضاء هذي البوليس كيمشيوا معاها المقردية الشرطة وكي يديروا معا استجواب ومن طبيعة الحال طوفوا المكان وكانوا كي يسولوا الجيران ويسولوا يعني داروا بحث اليالوا لمدة ثلثيين هذ المرحلة عبدو وصلوا الخبار وجمس كينكيش دري وفي البلاسة قلبه ليس بأنه راه هو كيشك فروز بأنه هي اللي قتلت البنت وبأنه هو يعني من حال هذي هو كيعلم مؤسسات بش يحطوها البنت وبأنه هي راه كتت يعني كتتتعدى على البنت ولكن ما كنتش واحد اللي اسم عليه لهذا في البلاسة شد محامي وتابع مرته بتهمة قتل العند روز منطبعت الحال فضل الحضاري غلي شتهية محامي ولكن واحد حاجة اللي قال لها المحمد يلا وأنه قالها ما تحضرش وما تحضرش على النهار اللي قبل الجاريمة ونهار دي الجاريمة ذاك الشي اللي كان بقى تروز في المحكامة كتدفع على رسها وكتبرع رسها بأنها ما قتلهش بأنها راه نبيلة هي اللي انتحرت وبيعنا راه كمدت لهم في النهار الأول من اللي وقع الحادث بأنه البنت اللي لها انتحرت وبيعنا خلات واحد واحد رسالة كاتبة فيها ماما كان كرهد فعلا هذيك رسالة حصى عليها البوليس ومكتبها بالخط ديال نبيلة حسب التحريرات اللي دارو مكتب فيها ماما كانكرا روز قتلهون لأنه نبيلة بنتها اكتبات هذيك رسالة كرسالة وداع وهي اللي لاحت رسها من الباركون خرجات خلت الباب ويعني شدت في ذاك القرياج ديال البالكون اللي هو متر وخمسات قريبا ولحت راسها يعني متحرت عبدو جاب لهم أوراق اللي كلهم كان كيدفعهم المؤسسات الاجتماعية اللي فيهم الشكاوي دياله وأوراق اللي كانت فعل المحكامة كيتطفير الحضانة إسقاط الحضانة لها والدلائل اللي كانوا عندو أنا أسس أنا أسس أن روس ما كانت فهم صالحة بأنه هو كان يطلب باش يطول الحضانة ولكن حسب تحريات ديال المحكامة وعلى حسب دلائل اللي تطعوا ما كانوش كافيا أنهم يتهموا يعني روس بتهمة القتل لهذا من بعد ثلث يام شدت على بيعني آآ الصارح دياله واللي خلا بدو أنه يتشوكا بزاف وأنه في اليوم ديال الدفن ديال الروس ديال نبيرة أن روس كانت بحضرتها هي ولي خلاه من ذيك اللحظة يقرر أنه ما ينسحبش من ذيك القضية ويتبع القضية ديال بنته حتى يتثبت لقص